العنصر الأول وهو حكم صلاة الجماعة بالنسبة للصلاوات المكتوبة عند الرجال احنا قلنا هذا الامر في الاسبوع الماضي فيه اربع اقوال فقهية كل قول مقنع من جهته القول الاول بيقول ان صلاة الجماعة في الفرائد الخمسة الصبح والظهر والعص ومارب والعشا سنة مؤكدة وده مذهب الحنفية والمالكية في الجملة انا بقول في الجملة ليه لان مش المذهب كله اكثره اكثره وبعض الفقامعة فلفظ في الجملة ده لفظ فقهي بيضبط العبارة اذا الرأي الاول بيقول ايه ان صلاة الجماعة في الفرائد للرجال سنة الرأي التاني سنة مؤكدة الرأي التاني بيقول واجب ولكن لا تبطل الصلاة بدونه واجب ولا تبطل الصلاة بدونه برضو ده مذهب الحنبلة في الجملة يعني ايه واجب ولا تبطل الصلاة بدونه يعني يجب عليك يا مسلم لما تصلي اي فريضة من الفراد الخمسة لازم تصليها في جماعة افرض صلاةها لوحدك منفرد صحيحة بس تركت واجب ما قلناش بقى الصلاة باطلة لا صحيحة بس تركت واجب الرأي التالت بيقول صلاة الجماعة بالنسبة للرجال فرض كفاية اذا صلى البعض في القرية اللي أنا فيها او في المدينة اللي أنا فيها نصلت جماعة اذا انا ممكن اصلي فرض ولا اثم علي لكن لو ان اهل المدينة او اهل الحي او اهل القرية اتفقوا كلهم ما يصلوش الجماعة نهائي يبقى القثم عليهم جميعا بس يكون فيه اتفاق بينهم مش يكون مفيش اتفاق لان لازم يكون فيه توافق على ابطال شيء عشان يبقى فيه حكم لكن لو حصلت عفويا لا مفيش لان العبرة فيه صلاة الفرض الكفاية التواطق التواطق على عدم فعل الشيء فلو تواطقوا اتفقوا تواطق يعني اتفقوا وتتمعوا وتمالقوا على ان هما يطلق صلاة الجماعة هنا اصبح اثموا جميعا طب دا سيئتك رأي مين بقى الرأي التالي الشفاعية الشفاعية ايوا الرأي الاخير اخضر رأي وهو قول ابن عقيل من الحنبلة وقول المذهب الظاهري بيقول صلاة الجماعة فرض عين لا تصح الصلاة الا بها الا هيصل الطهر الوحده كأنه ما صلاش الا هيصل العصر الوحده كأنه ما صلاش لازم يصل الفريضة فيه جماعة الا ان يكون له عذر من ضمن الاعبار عذر مسوغ العذر مثلا مش لاقي حد عذر مثلا مريض وش قادر يتوجه الى المسجد او يذهب يجد اخر اي عذر من الاعذار لكن مفيش عصر يبقى لابد انه يأتي بصلاة الفريضة الظهر والعصر وماربش او الصبح فيه جماعة الكل دا مبني على ادلة ظنية كلها ظنية طبعا مفيش دليل قاطع عشان كده فيه اختلاف صحيح لو كان في دليل قاطع كيف يختلفون لا طبعا يعني ببساطة كده ايها المشاهد الكريم لو كان في دليل قاطع وحاسر كان يبقى فيه اراء صحيح فعشان كده فيه عندنا الادلة ظنية خد مثلا حديث في البخارية ومسلم عن ابي سعيد الخدري لما سيدنا بيقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة الحديث ده روى ايضا البخارية ومسلم عن ابن عمر بدأ بيقول بخمس قل بسبع وعشرين درجة الحديث ده اللي بيقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ تفضل ولا هي الحد الادنى تفضل اذا لو صلى صلاة منفردا الصلاة حيحة النبي ما قدش عليها انها باطلة مظبوط ولكن لو صلف جماعة هياخد ثواب افضل يبقى دا تدل على انها مسنونة ولا مفروضة مسنونة طبعا تعال بقى خد الدليل اللي بيقول لا انها واجبة حديث في البخاري المسلم عن ابي هريرة ده هو الرأي الاخير فرد عين بتاع الظاهرية الواجب ده سواء كان فرد عين او فرد كفاية او واجبة بدون ان تصح الصلاة بدونه كلها مبنية على دليل الوجوب ثم تأويل الدليل هو تأليل واحد بس تأويله لان كلهم مشتركين في الوجوب كلهم مشتركين في الوجوب بس واحد زي الحنابلة قالهم واجب وتصح الصلاة بدونه وناس تانية قالت زي شفعية واجب بس واجب في الكفاية والمعقيل والظاهرية قالوا واجب بس في العين اذا كلهم مشتركين في ايه في الوجوب فانا اجيب دليل الوجوب دليل الوجوب في البخاري يا مصنع ابي هريرة سيدنا ناصر الله بيقول لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالمؤذن أن يؤذن ثم أخلف على أقوام لم يصلوا فأحرق عليهم بيوتهم قالوا هنا الهم النبي يعتبر دين ولا مش دين على فكة مسألة أصولية تدرس في علم الأصول الفقه هل هم النبي ما يهم به زي ما سيدنا النبي في حديث الأحزاب هم أن يقايد أهل الأحزاب بثلث نخل المدينة كان عايز يقول لهم الأرض مقابل السلام تاخدوا التلت واتسبونا لأن كان الحرب شرسة وكل الناس ضد وكان استشعر بخوف من الانهزام فهم بذلك إلا أن الأمور تغيرت وربنا نصره وانتهت المسألة بدون أن يقايد أحد بشيء من ثمر أهل المدينة فقالوا أن هذا الهم من النبي يعتبر عزيمة دينية ولا أمر حياتي وليس ديني اتجاهين بعض الأصولين وبعض الفقهاء قالوا لا ده أمر ديني ما هو النبي وما ينطق عن الهوى ووجد نصرهم كده يترتب عليه أن صلاة الجماعة فرد بس اللي قال فرد كفاية قال لأن يستحيل شو بقى العقل بقى تدخل يستحيل تنزل لي تسعين مليون يصلهم الضهر ويطلعوا تاني يصلوا لعصر ويطلعوا تاني تخيل كده طيب هقولك أنا حاجة ببساطة علشان الناس اللي راحت عمره وراحت حاجة أكيد هيستشعروا بالله أنا بقوله عدد الحجاج اتنين مليون تلاتة مليون بس في مكة مش هيكونوا موجودين منهم إلا مثلا مليون تمام المليون واحد أنا ما قلتش تسعين مليون زي مصر كده مليون واحد تخيل المليون ده لما ينزل يصل للضهر ويطلع ويصد العصر ويطلع ويصد المارك ويطلع ويصد العشاء ويطلع بيعملوا إيه أكثرهم بروح قاعد في الحرم لأنه قطع نفسه عن السفر وقطع نفسه عن المشاغل ومصالح وقاعد في الحرم مظبوط تمام وبروح قاعد اليوم كله أو قاعد على الأقل نص اليوم ويطلع بس يغير الهدوم ويرجع تاني مظبوط تمام تعالى تخيل بقى ده لو حدث على مستوى الأرض المصالح هتشتغل لا طبع يعني مصالحة التنمية هتشتغل لا طبع المسبيل هتشتغل كل مصالح هتوقف ليه المعادة الصلاة هنروح نصلي جماعة في المسجد ونرجع تاني إذن فقالوا بقى ده دليل عقلي على إن الوجوب ما يبقاش عيني يبقى كفائي يكفي يتحقق به البعض يرويب قياسا على صلاة الجنازة لما نبدأ بقول وصلي عليهم إن الصلاة كسكنون لهم الصلاة على الجنازة لو أنت قلت الصلاة على الجنازة من كل المسلمين إزاي طبعا صحي فقالوا يستحيل بس مع ذلك أنه ما قالش البعض لكن عقلا كده نفهم الوحدة الذين قالوا لأ ده فرض عين قالوا لأ إحنا وكبوا كده ثم بقى الأدهى والأمر الذين أرادوا أن يستشهدوا على إن صلاة الجماعة للفرائض فرض عين ولا بد منها استشهدوا بآيات القتال اللي حذك ذكرتها اللي نوهت إليها ما لكم إذا كل لكم ينفروا في سبيل الله إذا قلتم من الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا اليمن شوفت ده إيه النص في إن ده جاي في الجهاد وجاي في الحرب وجاي في دفاع عن الوطن وبشكل واضح واضح فقال لك الصلاة زيها ما هو الصلاة دي بتخليك تستعد فقاسوا الصلاة على مين على القتال على القتال ده من أحد الأدلة شوف بقى كمان ده آخر في صلاة الخوف في صفحة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أستحتهم فإذا سجدوا فليقونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأستحتهم قالوا إذا كان ده في الحرب والجهاد وربنا أمر النبي أنه ما يصلوا جماعة وربنا أمر النبي أنه ما يصلوا جماعة ويصلوا مجموعة بعد مجموعة ده يقولوا على إيه على أنها فرد على أنها فرد ده يبقى يصح الصلاة بدونيها